طبعا ما ان نزلت الفراخ البرازيلي السوق والناس برقت تشتري منها لقينا بقى الشائع من يمين شائع من شمال الفراخ حلوة لا الفراخ نص نص لا الفراخ وحشة ده الفراخ طعمها مش عارف ايه ايه حاجات من هذا القبيل وقالوا انه استراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتد صلاحية ده شائع اهو طبعا الهيئة القومية لسلامة للغزاء ردت غير صحيحة وانشدت على ان جميع الشحنات الغزائية المستوردة من الخارج والمتدولة بالاسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة امنة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللواقع التنية الملزمة وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة ويتم سحب العينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد اي عينة منتهت صلاحية او غير مطابقة الاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغزاء وانشد المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الاكاديم مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة دي هيئة سلامة الغزاء بتؤكد انه كل حاجة من الاغزية بتصل الى مصر في المواني بيكون هناك اجراءات صر انا فاكر ابراهيم لما كنا في مينة اسكندرية وشفنا شفت كبدة برازيلي شفت فراخ مجمدة كان ده كان يمكن من شهرين يمكن ابراهيم وكانت الحاجات دي موجودة في المواني يعني مش فاجأة كل تلاجة كانت موجودة كان موجود على فريق موجود واحد من الجمرك واحد من الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والردات والراجل المهندس او الطبيب المسؤول من هيئة سلامة الغزاء والجهة الخازنة اكتر من اللجنة فيها خمس قاعدين كلهم معاهم الاجهزة بتاعتهم اسحابوا العينات انا بنتروح للمعامل ودرجة التبريد وغيره مراجعة وفقا للمعايير العالمية حقيقة انا شفت هذا الكلام شفت وقالت يا ابراهيم لو كان عندنا ماتيريا لهذا الكلام نجيبه انا بقول انه كان فعلا فعلا يعني ما جار خلال الفترة الماضية بيؤكد انه فيه نظام بيؤكد انه فيه سيستم بيؤكد انه فيه متابعة الامور مش جاية فجأة مش النهاردة وبعدين معلش يا جماعة معلش يا جماعة يعني دلوقتي احنا قالوا قالوا ما فيش فراخ والمواطن مش لاقي فراخ يأكل وما فيش بيض ومش لاقيين بيض الناس تاكلوا طيب احنا قلنا هذا الكلام في حين يا جماعة ما في مشكلة في الفراخ يا جماعة في كذا يا حكومة يا خلق اوه يا الله في الاخر الحكومة مش بتشتغل برد فعل ما فيش حكومات بتشتغل كرد افعال بتكون درسة الموضوع ومخططة ووغدق قرارات وسيناريوهات ترجمة نانسي قنقر